أهلاً وسهلاً بكم في الدروس الإلكترونية لمدارس السندباد الأهلية الثالث المتوسط الأدب الشائر يحيى السماوي صفحة 35 و36 محاضرة رقم 14 يبدأ الموضوع بترجمة حياة الأديب الكاتب يحيى السماوي ولد في السماوي محافظة المثنى 1949 وحصل على شهادة البكالوريوس في الأدب العربي من الجامعة المستنصرية في العراق واشتغل بالتدريس والصحافة في كل من العراق والملمكة العربية السعودية ثم هاجر إلى أستراليا 1997 وله دواوين من هذه الدواوين عيناك دنيا تحفظ مجموعة الدواوين التي ألفها الشائر تحفظ أينك دنيا قلبي على وطني ديوان قلبي على وطني ديوان الاختيار وديوان ديوان أينك لي وطن ومنفى أينك لي وطن ومنفى قصيدة الشائر يحيى السماوي تحفظ سبعة أبيات أولا تقرأ ثم بعد ذلك نقوم بشرحها أنا أرضى بالذي قل ودل خيمة في وطني دون وجل خيمة أخصل باللثم بها يد أمي كلما الصبح أطل ورغيف دافئ تخبزه أم شيماء وكوز من وشل منذ جيلين وما زلت على سفر بين قنوط وأمل لا الضحى ضاحك أحداقي ولا طمأن الليل فؤادا ومقل أمسك الصبح عن القلبي فما زارني إلا في العين طفل تعبت من تعبي أشرعة كلما أنشرها الساحل زل زل الكلمة معناها موجودة في الصفحة الثانية تحفظ كوز وشل حاول نشرح معاني هذه الأبيات أنا أرضى بالذي قل ودل أنا أرضى بأي شيء قليل من وطني خيمة في وطني دون وجل حتى إذا عشت في خيمة بسيطة صغيرة في وطني دون خوف أنا أرضى بذلك خيمة أغسل باللثم بها يد أمي اللثم التقبيل خيمة أغسل باللثم بها يد أمي كلما الصبح أطل أكتفي بخيمة وحسبي من هذه الخيمة أني أستيقظ في الصباح وألثم أقبل يد أمي كلما أصبح أو أطل الصباح وأكتفي حسبي أكتفي من الطعام ورغيف دافئ تخبزه أم شيماء زوجته وكوز من وشل كوز إناء أسطواني يعني مصنوع من الطينة المخفور والماء قليل وشل يعني بقايا الماء مطالب جدا بسيطة لكن يكفي أنه يأخذ هذه المطالب وهو فيه وطني منذ جيلين وما زلت على سفر منذ جيلين وأنا دائم السفر أتنقل ولا أقيم في بلدي منذ جيلين وما زلت على سفرا بين قنوط القنوط اليأس وأمل أن أرجع إلى وطني القنوط اليأس والأمل أن يرجع إلى وطنهم للضحى ضاحك أحداقي الأحداق هي العين للضحى ضاحك أحداقي يعني أحداقي عيوني لم ترى الضحى لم ترى النهار لم ترى الأمل ولا طمأن الليل فؤادا ومقل والليل لم يطمئن لا قلبي ولا مقلي المقل هي العيون أمسك الصبح عن القلبي أمسك الصبح يعني لم يأت الصبح إلى قلبي لم يأت النور والأمل إلى قلبي أمسك الصبح عن القلبي فما زارني إلا وفي العيني قار وحزن وألم تعبت من تأبي أشرعة حتى الأشرعة تعبت من التأب الذي أنا فيه تعبت من تأبي أشرعة السفن كلما أنشرها الساحل زل يعني كلما أنشر الأشرعة وأحاول أن أصل إلى وطني الساحل زل يعني يبتعد وطني أكثر هذه الأبيات تحفظ لاحظ الصفحة الثانية الصفحة اللي بعدها كوز وشن تحفظ المعنى أدنا الأسئلة لقد خاطب الشاعر في قصيدته الزمن بليله ونهاره لقد خاطب الشاعر الزمن بليله ونهاره حدد موضع هذه الأبيات في القصيدة البيت رقم خمسة لذبح ضاحك أحداقي ولا طمأن الليل فؤادا ومقل أمسك الصبح عن القلبي فما زارني إلا وفي العيني طفل هذه الأبيات ذكر فيها الليل والنهار اثنين ماذا أراد الشاعر من تكرار جملة أرضى بالذي قلة ودل الجواب في السطرين الأخيرة من التحليل أهم أنه يرضى بالذي قلة ودلة لأن أهم شيء لديه أن يعيش في وطنه بين أهله فالشاعر يؤكد أن كل شيء في بلدي مختلف حتى العيد له مذاق وطعم آخر مع الأهل والأصدقاء السطرين الآخرين من التحليل النقدي ثلاثة ماذا يقصد الشاعر بقوله تعبت من تأبي أشرعته كلما أنشرها الساحل زل وضح ذلك أشرح ذلك يؤكد في هذا القول كثرة سفره وترحاله وبعده عن وطني كلما أراد أن يصل يزل الساحل أو يبتعد الساحل ولا يصل إلى وطنه الذي يحبهم انتهى الشرح ترجمة نانسي قنقر